مرحبا اليوم رح نحكي على تابع الراند اللي حكينا عنه بالفيديو السابق ولكن مع مشكلة اللي تظهر عند تكرار البرنامج أكثر من مرة واللي هي أنه دائما السلسلة المولدة هي نفسها الحل المقترح هو أنك تستخدم البزري والبزري هي عبارة عن عدد موجب يتم ربطة بالتابع الراند وكل مرة تتولد سلسلة جديدة بتغيير البزري تتغير السلسلة المولدة منشوف كيف رح نستخدمه منصرح عن عدد غير مؤشر فبالتالي هو عدد موجب دائما مندخل ملوحة المفاتيح وبروح من خلال تابع الاسراند من نفس المكتب بربط سيد بتابع الراند فإذا تابع الاسراند هو تابع يلي رح يربط هالبزري السيد بتابع الراند وهي شغلتي أنا فقط بس بقل له هالبزري دخلتها من لوحة مفاتيح رح ربط لياها بتابع الراند وبنفذ هالبرنامج ثلاث مرات أول مرة دخلت فيه البزري عشرة قام بتوليد عشرة أرقام عشوائية رجعت دخلت بزري خمسة عشر قام غير للسلسلة ولكن المشكلة عند تنفيذ البرنامج بالمرة الثالثة ودخلت نفس البزري بلاحظ أنه نفس السلسلة المولدة وهون منوقع بمشكلة أنه حتى البزري بوضع الحالة لم تقم بحل المشكلة بشكل كامل بتم اقتراح حال تاني أنه دائما أثناء تنفيذ برنامجك غير البزري ولا تخليها تتكرر ونستخدم تابع بجبلة قيمة فريدي كل مرة بنادي فيها السي بلاس بلاس بتقدم لي مجموعة من التوابع نستغل نحن تابع الوقت يلي بيروح بجبلة الوقت الحالي وبيجمع لي الدقائق والساعات والسواني والميل السواني جمعا بيحط اللي إياهم بناتج واحد هذا الرقم إذا منلاحظ أنه طالما دخلت الميل أجزاء السواني على الخط فدائما الرقم عم يكون فريد مية بالمية منروح منشوف كيف رح نستخدم نحن تابع هالتايم تابع التايم منروح منجيبه من مكتبة السي تايم بيرجع لي ناتج هالجمع اللي ذكرت وأنا بالسواني منشوف كيف رح نستخدمه منروح أول شي بنستورد المكتبي سي تايم وبروح بنادي التابع تايم وبمرق له وسيط زيرو أو نال إشارة أنه أنا جب لي الوقت الحالي وبرجع للعدد مثل ما حكينا بالسواني على شكل عدد انتجر وبروح بمرقه لتابع الإسران فعمليا أنا كل مرة بنفذ البرنامج رح يجيب الوقت الحالي ساعات ودقائق وسواني وميل ساني بيجمع الناتج مع بعضه على شكل رقم واحد من مرتبة الثاني ومنحطه كدخل لتابع الإسران وبنفذ البرنامج عدة مرات بلاحظ أد ما نفذت البرنامج من المستحيل أنه يتكرر عنده هالرقم اللي هو يعبر عن الوقت الحالي ولهون بيكون خلص الفيديو تابعنا نشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله